أعرب العديد من المسؤولين الروس يوم السبت عن اعتراضهم على قرار الغرب بوضع سقف لسعر النفط الروسي قائلين إن ذلك سيؤدي لارتفاع أسعار النفط العالمية قال ديمتري بيسكوفا سكرتير الصحفي لرئيس الروسي يوم السبت إن روسيا لن تقبل قرار الغرب بوضع سقف لسعر النفط الروسي مؤكداً أن روسيا تقيم الوضع وقامت ببعض الاستعدادات وقال إيفان أبراموف نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الاتحاد الروسي إن عواقب تحديد سقف لسعر النفط الروسي واضحة حيث سيؤدي إلى زيادة الطلب على النفط وتعطيل سلسل التوريد والارتفاع السريع في أسعار الوقود العالمية بالإضافة إلى ذلك حذر اليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدومة الروسية من أن سقف سعر الاتحاد الأوروبي على صدرات النفط الخامة الروسية سيعرض أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي للخطر وقال كيريل ميلينكوف رئيس مركز تطوير الطاقة في روسية إن أسعار النفط العالمية قد تتجاوز مئة دولار للبرميل حيث يحدد الاتحاد الأوروبي سقفاً لسعر النفط الروسي وقد تخفض روسيا من صادراتها من النفط في ديسمبر ويناير هذا واتفقت الدول العضاف الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لتحديد حد أقصى لسعر النفط الخامة الروسية المنقول بحراً عند 60 دولاراً أمريكياً للبرميل وقال الاتحاد الأوروبي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة إن الاتفاقية تخضع للموافقة الرسمية من خلال إجراء مكتوب ومن المقرر نشر تفاصيل يوم السبت وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ إذا تجاوز سعر النفط الخام عتمت 60 دولاراً أمريكياً للبرميل فسيتم منع شركات الاتحاد الأوروبي من توفير التأمين والخدمات المالية وغيرها من الخدمات لنقل النفط الخامة الروسية وأعلنت مجموعة السبع وأستراليا في اليوم نفسه عن سقف لسعر صادرات الخامة الروسية قدره 60 دولاراً أمريكياً للبرميل وذلك اعتباراً من الخامس من ديسمبر الجاري اشتركوا في القناة